تحت شعار بناء منظومة إدارة المعرفة والاستراتيجيات التدريبية نظم منتدى التطوير الوظيفي الخليجي مؤتمره السادس عشر بمشاركة نخبة من المختصين الخليجيين والعرب في مجال التطوير الوظيفي يشهد العالم اليوم تطورا سريعا ومتلاحقا في العديد من المجالات المتعلقة بإدارة وتحسين وتطوير ونمو المنظمات وخاصة في ظل المنظومة المتكاملة للتكنولوجيا والمعلومات والانتصالات information and communication technology والتي تدعم إنشاء وتطوير المحتوى المعرفي الذي يعتمد على البيانات والمعلومات والمعارف المتعلقة بمجالات عمل المنظمات تطلع من مؤتمرنا هذا التوفيق في الوصول إلى المساهمة الفاعلة في تطوير البناء المعرفي المتميز والتشارك المعرفي المتكامل وألقاء الضور على أفضل المعايير والممارسات الحديثة لإدارة المعرفة واستراتيجياتها المتفردة لتحقيق المنفع والرفاعية لمجتمعنا مشاركات من جهات حكومية عديدة لأهمية المؤتمر في تطوير الكادر البشري الكويتي تمهيدا للانخراط في خطة عمل تنموية تعزز مركز الكويت المالي والتجاري أهمية هذا المؤتمر وأيضا يعكس أهميتنا إحنا في تطوير العنصر الوطني وبالذات مؤسسة الموانئ شاهدة على خطة تنمية واعدة مبنية على رؤية سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد أن تكون الكويت مركز مالي والتجاري ونحن في مؤسسة الموانئ نرى أننا نحن وبمشاريعنا من ضمن خطة التنمية أن نكون بوابة هذه الرؤية السامية الاستثمار البشري أصبح صناعة بحد ذاتها إذ تنفق العديد من الشركات والمؤسسات العملاقة في العالم مبالغ طائلة للاستثمار فيها لتحقيق العائد المادي الكبير في النهاية لتلفزيون المجلس رياض العبادي